ما الفرق بين الميزانية والموازنة احنا سمعنا دلوقتي عن الموازنة سي بتاعة المملكة ان هيبقى فيها عجز في الموازنة ايه المقصود بعد في الموازنة الموازنة غير الميزانية الميزانية بتكلم عن سنة ماضية او فترة ماضية اما الموازنة بتكلم عن فترة قادمة الموازنة بتيجي بتبدأ الدولة بتشوف المتحصلات بتاعتها او ارادات الدولة هتيجي منين نمرة واحد من البترول من الصناع من الزراع من الصادرات دي اسمها إرادات الدولة طيب الدولة مطلوب منها قطاع التعليم مطلوب منه قطاع الصحة مطلوب منه قطاع الانفرستركشر ما شاء الله الانفرستركشر عندنا هنا في المملكة والطرق والكبار والحاجات دي كلها المتطلبات بتاعتها دي كلها مطلوبات نتيجة انخفاض سعر البترول الإرادات بتاعت بقت ليميتد عند رقم معين والنيد الاحتياجات بتاعت الشعب اللي احنا كنا عملناها محتاج معين سيء مثلا أنا هنا في 100 مليار أنا إراداتي المتوقعة عن السنة القادمة والتعليم اللي عندي والصحة والحاجات دي كلها محتاجة 150 يبقى في الحالة دي تقول هناك عجز في الموازنة مقداره 50 مثلا مليار ريال إزاي الحكومة تعالج هذا العجز هذا الجاب سيء في نقطة قالك مثلا في بعض الأحيان احنا بنبيع الوقود بالسعر أقل من السعر العالمي طب ما نرفع السعر ده شوي مثلا قطاع التعليم محتاجين احنا ندعمه وننشئ جماعات جديدة وممكن نحط أولوية ثم الأقل أهمية أنثؤن قطاع الصحة لا غنى عنه أنثؤن وهكذا بعرفنا الفرق بين الميزانية والموازنة الميزانية بتكلم عن سنة ماضية أو فترة ماضية أما الموازنة بتكلم عن سنة مستقبلية وبيكون فيها توقع يعني إن شاء الله لو ارتفاع أسعار البترول هتغطي ممكن العجز في الموازنة داته وبقاش فيه أي مشكلة لمواجهة هذا العجز